قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفئيلي كروسي يوم الاثنين إن هناك مؤشرات على أن روسيا وأوكرانيا عبرت عن اهتمامهما باقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال هذه الفترة قد يظل البلدان على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويطرحان العديد من الأسئلة حول الاقتراح وقال كروسي إن الوكالة تتوقع من الأضراف المعنية تقديم تعهدات بأن أي عمل عسكري لن يستهدف محطة زابوروجيا للطاقة النووية ولا يمكن أن يؤثر على التشغيل العادي للمحطة وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في وقت سابق من هذا الشهر أربت فيه عن مخاوفها جدية بشأن سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية ودعت الأطراف المعنية إلى إنشاء منطقة أمان النووي في المنطقة لمنع وقوع حوادث نووية بسبب الأنشطة العسكرية ترجمة نانسي قنقر